كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه وكم وكم سؤال يسأل فيه نسا وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال أسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه من الحياء والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله وأننا نستقي من شراب خلق بالله وأننا نستضل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فمن الذي نقدمه في جمه يسأل الإنسان نفسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في النئة أو نقصت واحد في النئة مات في لحظة فأي نطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسنعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له سنة ومن الذي حفظ له بصرة ومن الذي حفظ له عقلة ومن الذي حفظ له روحا يسأل نفسه من الذي حفظ هذه الأشياء من الذي يمتع بالصحة والعافية الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحبب إلينا بهذه النعم يتحبب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة طيبة فالله تعالى يريد من عده أمري الأمر الأول فعل فرائد والأمر الثاني فرق نواهيه وفراته ومن قال إن القرب من الله عز وجل إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواء وإذا ما طابت بفعل فرائد الله وترك محارم الله فلن تطيب بشيء سواء ويجلب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لم يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائد الله